منتخب كرة القدم الخماسية يعود للواجهة من جديد من بوابة تصفيات كأس إفريقيا فالمنتخب المقبل على مواجهة جزائر لا يبضو في أفضل حالاته فبعد المعسكر التحضري في الكويت والذي خاض من خلاله مبارتين مع المنتخب الأزرق خسرا في كلتيهما ما حدث في الكويت كان متوقعا فمنتخب الخماسيات الذي كان بطل القارة الإفريقية ووصيف بطل القارات لم يعود في أفضل حالاته بعد أن طاله إهمال المسؤولين الذين لم يعيروا ذلك المنتخب أي اهتمام منذ ثنوات طويلة المنتخب الوطني الذي كان تصنفه الأول إفريقيا و17 عالميا تراجع كثيرا ليصل اليوم للمركز ال32 وخلف المنتخب المصري في ترتيب منتخبات القارة السمراء اليوم عيوننا على مواجهة جزائر وهدفنا هو المشاركة في كأس إفريقيا لكن السؤال اليوم هل نحن قادرون على بلوغ هدفنا وتحقيق ما نصب إليه وفي حال بلوغنا نهائيات كأس أمم إفريقيا هل نستطيع مقارعة منتخبات القارة السمراء أسئلة كثيرة ستبقى معلقة لحين الإجابة عليها من قبل فرسان المتوسط أو انتظار دعم من مسؤول كان في يوم من الأيام أحد المهللين لهذه الرياضة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر